اشتركوا في القناة ما في لعبة جديدة رد عليها بكل برود لا بكيفي وإذا لم تشتريتي للعبة الآن بتشوفي الوضع محزن صراحة لكن ما علنا فيهم احنا اللي يهمنا الرياضيات كل عبارات الحوار الراقي اللي داربة للأم ولدها نسميها في الرياضيات عبارات شرطية مرتبطة خلينا ناخدها واحدة وحدة العبارة الشرطية الأساسية إذا جلست عاقل بشتري لك لعبة فرض ثم نتيجة لو مشينا من النتيجة إلى الفرض يعني عكسنا الخط وصارت العبارة لو شترينا اللعبة جديدة رح أجلس عاقل تسمى العبارة الناتجة العكس وعشان تحفظها سميناها عكس لأننا عكسنا الخط مشينا من النتيجة إلى الفرض طيب لو خلينا الفرض والنتيجة مكاناهم بس نفينا الاثنين يعني تصير العبارة إذا ما جلست عاقل ما رح أشتري لك لعبة هذه العبارة نسميها المعكوس لأننا نفينا الفرض ونفينا النتيجة عكسنا كل واحد فيهم وآخر حاجة لو جمعنا العكسين يعني لو عكسنا الخط وصارت العبارة لو اشترينا اللعبة جديدة بأجلس عاقل وبعدين أخذنا نفيهم وصارت العبارة لو ما شتريتي اللعبة جديدة ما رح أجلس عاقل هذه الحركة نسميها المعاكس الإيجابي معاكس عشان كل العكوس اللي سويناها هو إيجابي لأن قيمة الصواب ليها حتساوي قيمة الصواب في العبارة الأساسية كيف حنشوف في المثال التعليق إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضحة تتكم واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاومك عليه